قررت النيابة العامة اليوم توقيف مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بالإساءة إلى ضحايا حادثة البحر الميت وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة كانت قد خاطبت مديرية الأمن العام لمتباعد المسئين للضحايا وأسرهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم بدوره قال ناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي قامت بتتبع هؤلاء الأشخاص وتمكنت من تحديد هويات ستة منهم بعد رصد ما قاموا بنشره حيث جرى إلقاء القبض عليهم وأضاف أنه جرى تحويل الأشخاص الستة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حيث قرر توقيف شخصين منهم على تهمة نشر أخبار مختلقة تنطوي على ذم وقدح وتحقير فيما أسندت للباقين تهمتا جنحة نقل أخبار مختلقة وجنحة الإذاعة عن تحقيق سري وأشار إلى أنه جرى التعميم عن شخصين آخرين ما زال البحث جاريا عنهما